شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب اختتام الدورة التدريبية المتخصصة لعدد 125 من السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد رامي وفي كلمته تقدم رئيس الهيئة هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي بالشكر للمدير التنفيذي للأكاديمية رشا راغب على ما بذلته من جهد في إطار تنظيم هذه الدورات مشيدا بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرية في مؤسسات الدولة بصفة عامة وفي الجهات والهيئات القضائية بصفة خاصة من جانبها أعربت رشا راغب عن تقديرها لما يوليه المستشار عصام المنشاوي من الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية